جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسألوا تفسير قول الحق تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خرقت ولماذا خصّل القرآن الإبل بالذات في هذا الموزع جزاكم الله خيرا خصّها لما شعل الله تعالى فيها من العبر الإبل فيها عبر وخصائص لا تكون بغيرها من البهاين ما فيها من القوة والتحمل والصبر ولما فيها من المنافع الكثيرة يحمل عليها ويسافر عليها ويشرب من ألبانها ويوكل من لحومها ومن أصوافها وأوبارها وأشحانها أثاثا ومتاعا إلى حين فيها عبر ولما فيها من قوة الخلقة وقوة البنية ولما فيها من جمال الصورة والشكل العجيب فيها عبر وفيها عظات ولأن الإبل هي التي يكثر وجودها عند العرب ويخالطونها ويرونها ويستعملونها فهي أقرب شيء إليهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأنها أقرب شيء إليهم وفي المتناولين وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصدت وإلى الأرض كيف سطحت كل هذه آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وهي مما يشاهده الناس كل الناس يشاهدون هذانا